نعم الله على الإنسان تحقق له السعادة ثلاث عطايا إلهية إذا أنعم الله بها عليك فقد فتح لك أبواب السعادة وجعلك كمن يملك الدنيا كلها تعالوا بنا نتعرف على هذه الهدايا والعطايا والنعم الربانية ثلاث نعم ربانية وعلامات إذا توفرت لك فاعلم أن الله سبحانه وتعالى فتح لك بابا من أبواب محبته ودعاك إلى شكر هذه النعم التي أنعمها الله عليه أول هذه النعم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربه والأمن مطلب إنساني يحقق للإنسان التفوق ويحقق للإنسان النجاح ويحقق للإنسان السعادة ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أما الهدية الثالثة الثانية والنعمة الثانية والعطية الربانية الثانية إذا أصبحت معافا في بدنك إذا أصبح الإنسان صحيحا خاليا من الأمراض إذا حرك يده تحركت وإذا حرك عينه تحركت وإذا حرك أعضاءه كلها تحركت فتلك نعمة عظيمة توفر عليك أموالا كثيرة وتزيل من طريقك هموما كثيرة إذن فالصحة هذه تستوجب منك الشكر لله سبحانه وتعالى والله قال لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقت فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك أيها المشاهد الكريم لعلك تسأل عن النعمة الثالثة والعطية الثالثة التي أنعم الله بها على خلقه هذه النعمة هي عنده وقوت يومه إذا توفر لك من الغذاء ما كانت تتوافر فيه عناصر التغذية حتى ولو كان رخيص الزمن السمن أو زهيد الثمن فإنها نعمة كبيرة أغناك الله بها عن السؤال ورزقك الله بها مواصلة رحلتك في الحياة لكي تعبد الله سبحانه وتعالى فكأنما حيزت له الدنيا بحزافرها أخي المسلم كلنا في فضل الله وفي نعم الله نعيش كلنا يجد الأمن والأمان كلنا يقوم من نومه معافى كلنا يجد قوت يومه ولو كان قليلا فاللهم إنا نحمدك ونشكرك على نعمائك التي لا تعد ولا تحصى والحمد لله رب العالمين